تنفيذا لتوجيهات جلالة ملك البلاد المعظم وسموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمكنت سفارة مملكة البحرين في الخرطوم بالتنسيق مع الدول الشقيقة من تأمين وصول عدد من المواطنين والمقيمين العالقين في السودان إلى أرض المملكة جاء ذلك ضمن استمرار عمليات الإجلاء التي تقوم بها وزارة الخارجية لرعية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى الآن 123 شخصا نظرا للظروف الأمنية غير المستقرية التي تشهدها السودان وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم ومساندتهم في تأمين طرق آمنة لعمليات الإجلاء مجددة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين المتواجدين في جمهورية السودان بضرورة التواصل مع سفارة مملكة البحرين في الخرطوم وتسجيل بياناتهم تمهيدا لعمليات إجلائهم إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر